بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشف حقيقة جسوس المساد في قناة الجزيرة في قطر أرسل لي بعض الأصدقاء يسألني عن حقيقة سقوط هذا الجسوس الذي ظل يعمل في قناة الجزيرة 26 سنة ثم تم اكتشاف أمره واكتفه بطرده رغم أنه كان من مشاهير الشاشة شاشة الجزيرة سنعرف معنى الحقيقة ولكن نفست حلقة من برنامج بورتريه عرضت في قناة الشرق الثلاثاء الماضي هذه الحلقة كانت عن البطل ورمز التضحية والرجولة والثبات وائل الدحدوها أثناء البحث حول سيرته وما سيرته في إعداد الحلقة وجدت أن هناك خبرا متداول يؤكد أن وائل تم الأبضى عليه واعتقاله من الصهاينة أسقط في يدي بل ازدادت ضرباته قلبي كما كل من شاهد هذا الخبر فوائل أصبح أحد أفراد أسرتنا الذي نألم لألمه ونفرح لفرحه وبما أني علمت أن وائل طلبت منه قناة الجزيرة أو قطر مغدرة غزة حفاظا على حياته وبما أني علمت أنه رفض فكان واجب علي أن أضع هذه الحقائق أمامكم لأنه حقكم علينا ثم لنعرف جميعا من هو وائل الذي لا يخشى الموت بل ويطلب الشهادة بإيمان ويقين ونعرف أيضا مدى حب وخوف مسؤولي قطر والجزيرة على هذا الرجل المسلم الشهم الشريف لذلك وضعت هذه الحقائق في بث مباشر وأكدت على هذه الحقائق أيضا في حلقة بورتري وائل الدحدوحة وجدت أن هناك من أنقر علي هذه المعلومات التي أرى أنها مهمة في هذه المرحلة لأن وائل لم يعود مجرد مذيع أو إعلامي أو مراسل يظهر دقايق ويختفي بل أنه ذاك الرمز كما أبو عبيدة والسنوار والضيف حفظهم الله جميعا قالوا من أين علمت ومعروف حضراتكم أن في المبدأ المهني الصحفي أو الإعلامي الإعلامي لا يفسح عن مصدره لكني علمت من أحد كبار المسؤولين في قناة الجزيرة وهم أصدقائي ومنهم كثر فهل هذا عيب ولتأكيد هذا الخبر سأضع الآن فيديو يؤكد وائل نفسه أنه رفض الخروج من أرض العزة في قطر لعل حضراتكم حضرات المتابعين يعرفوا أني أول من أبلغتكم بخطورة حالة يد وائل اليمنى شفاه الله وعفاه بعد الإصابة وأنها لا تتحرك وكان هذا التصريح في لقائي المباشر مع الإعلامي أحمد العربي بعد استهداف وائل بساعات انظر ماذا قال وائل عن إصابته وهل يقبل أن يخرج من أرض العزة للعلاج أم لا؟ كم نشعر بأننا صغار حين نراك ونرى ثباتك وإيمانك كم تتضاءل رجولتنا حين ننظر إلى وجهك ونستمع لصوتك أيها الرجل الأبي الحر هل حضراتكم سمعتم ماذا قال؟ إيده اليمنى تحتاج تدخل جراحي وهذا غير موجود بالطبع في أرض العزة بعدما دمر كل شيء فيها هل الجزيرة عاجزة عن إخراج وائل من قطاع غزة الآن حالا فورا؟ بالطبع لا هل قطر لا يوجد بها مستشفيات على أعلى المستويات أو مصر أو تركيا أو إنجلترا أو حتى أمريكا؟ وهل قطر ستبخل على هذا الرجل ببضعة ألاف من الدولارات إنقاذا ليده التي أصبحت لا تتحرك ملحوظة؟ هذه الإصابة تمت أثناء تغطيته للأحداث يعني إصابة عمل يعني هذا حقه الإداري البسيط جدا بعيدا عن الحق الإنساني لذلك أكرر أن قطر طلبت وألحت على وائل قبل استهدافه أن يخرج من معبر رفح متوجها إلى قطر عبر مصر ورفض وبعد إصابته كرروا الطلب والإلحاح أن يذهب إليهم للعلاج ثم يعود فرفض هذا ردي على بعض المتابعين المشككين لأننا جميعا نكون على يقين أن ضفر واحد من أظافر وائل الدحدوح أهم وأغلى وأشرف عندي وعندنا جميعا من أي نجاح مؤقت نحققه سوف يزول أما العاتبون على عنوان الفيديو الذي هو حقيقة القبض على وائل الدحدوح وسجنه سبع سنوات واتصال المسؤول القتل الكبير وآخر مكالمة بينه وبين زقته هكذا كان العنوان أيها الأحبة لم تخرج الحلقة عن حقيقة من هذا الكلام اللي كتبته في العنوان مطلقا نعم يوجد أدوات لجذب انتباه الناس صحيح لكن ليس بالمعلومات الكاذبة أما أن حضرتك مستعجل وعايز تشوف بس معلومة وتجري حضرتك ما تدخلش تشوف الفيديو أصلا كل ما جاء بالحلقة صحيح وموثق أما اختيار العنوان وإدارة القناة فأكد على حضرتكم أن هناك شركة تقوم على إدارتها وليس أنا أنا لا أدير هذه الأمور لا أفهم فيها تعالوا نلتمس لبعضنا الأعزار خصوصا أننا جميعا نحيا أيام عز وألم أما مذيع الجزيرة الجاسوس كما جاء في قناتين إحداهم قناة رقمية جزائرية على اليوتيوب اللي هي زد أو شباب زد وقناة العين الإماراتية تعالوا نشاهد معا ما جاء في هذا التقرير الذي أعد بشكل حرفي جدا من حيث الصوت الرخيم المحترف والصورة المعدة كالجرافيكس وتداخل هذا كله في لقطات احترافية ماذا يعني هذا؟ يعني أن حضرتك تشوف تتأثر تسدى وتسقد القدرة على مقاومة هذا الخبر وتصدقوا مباشرة وتقول أيوة هذا المزيع بالفعل جسوس تم الإنساك به داخل قناة الجزيرة التقرير قال إيه والحقيقة أيضا إيه هعرضها على حضراتكم الكثير ربط هذا الطرد بتغريدة سابقة لناصر هاجم فيها الجزائر لكن التفاصيل هي أخطر من هذا بهذا الصوت والأداء والمنتاج المتقن لا بد أن تصدق أن طرد عبدالصمد من قناة الجزيرة بسبب أمر أخطر من مجرد تغريدة هذا ما أراد أن يضعنا داخله صانع هذا التقرير وهو فنان الذي انتشر انتشارا رهيبا بالجزائر والمغرب وقبل تحليل وتفكيك الخبر لابد أن يعرف الجميع أني مصري مغربي جزائري مسلم أن تمر السعودية والكويت وتركيا وماليزيا دمي فلسطيني عروقي هي غزة إذن لا أحد يزايد علي وعلى ما سأطرحه الآن لأني أعرف جيدا الوقيعة الخبيثة التي يعمل الصواين عليها منذ سنوات لضرب إسفين بين الجزائر والمغرب تفريقا لهما وهما الشقيقان في الدم والدين والتاريخ والأرض استبينا؟ استبينا هل يوجد في البلدين مسعر حرب؟ نعم يوجد في البلدين هل يوجد إعلام ممول في البلدين ويريدوا أن يديروا مؤامرات تعبث في هذا الملف حتى يفرقوا بينهما؟ والصهينة هما الذين يدفعونا؟ نعم يوجد هل أنا رافض لتطبيح حكومة المغرب وحاكمها مع الصهينة؟ نعم أنا رافض ككل المغارب الشرفاء نقطة ونفتح الصفحة بيقول إيه التقرير الخبيث اسمع كده معي قرار فصل ناصر عبدالصمد كان قبل سنوات حين لجأت الجزيرة لسياسة تغيير بعض الوجوه لكن عبدالصمد ناصر ولمواجهة قرار إدارة الجزيرة لجأ لوساطة من سلطات بلاده والتي على إثرها تم الاتفاق على أن يقدم نشرات الصباح والظهيرة فقط والتي هي الأقل مشاهدة في فترات البث وبعد سقوط نجم عبدالصمد ناصر في الجزيرة لجأ لرفع أسهمه من بوابة تغريدات استفزازية ضد الجزائر لإحراج الجزيرة وقطر امسك حرامي لما قرار فصل عبدالصمد ناصر من سنوات والجزيرة لا تجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار إذن هذه إدارة لم تصل لمستوى إدارة محل أبو طارق بتاع الكشري في مدان التحرير مش كده أولا إيه ولما هي إدارة ضعيفة جدا ولا تجرؤ فكيف إذن اتخذت القرار ورفدته ورفدت اللي أجمد منه غدعويس المسيحية المرونية اللبنانية الجامدة جدا التي كانت مزيعة بقوة عشر حصان فنيا وحواريا وعصبيا وتكنيكيا إذا ما اعتبرنا أن عبدالصمد قوة حصان كيف أنه عقد غاد عويس التي عملت في الجزيرة لعشر سنوات وحينها قالوا لها أن الأسباب كيت وكيت ونعرف برضو الأسباب بل كيف رفدت المزيعة حسينة أوشان الجزائرية أو جعلوها تقدم استقالتها تلك التي عملت في الجزيرة خمس سنوات كاملة رغم عيوبها التكنيكية وصبرة الجزيرة عليها وأخضعتها لتدريبات عديدة إلى أن اتخذ القرار برفدها وقالوا أن الأسباب أسباب الرفدة أو الاستقالة كيت وكيت هنعرف برضو الأسباب ثم هرأ معلق التقرير الجملة الخبيثة حين قال وبعد سقوط نجم عبدالصمد لجأ للتغريدات الاستفزازية ضد الجزائر ضد الجزائر لإحراج الجزيرة وقطر عب عليك اختشي على دمك لأن الطرف الآخر قال أن الجزيرة بتخضع للجزائر يعني المغربة بيقولوا بتخضع للجزائريين والجزائريين بيقولوا للمغاربة ليجد نفسه في مواجهة مدير الجزيرة المكتوبة دول أصول الجزائرية فهل خضعت الجزيرة لتدخل دبلوماسي مغربي لاستمرار عبدالصمد ولا لوب الجزائر هو الذي أطاح بعبدالصمد حيرتونة لماذا لم يوفر هذا اللوب لحسين الجزائرية الحماية ويجعلوها تستمر إياك إياك تظن أني أدافع عن الجزيرة إنما أحاول نقل كواليس هذه المؤسسات الإعلامية التي عملت بها وأعرف خبراتها مؤسسة الجزيرة بها مجاملات نعم بها لوبيات حقيقي لكن بها أيضا أفضل محترفين صناعة خبر في الوطن العرب ويمكن في العالم سواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياستها وإن كان هناك لوبي قوي فهو اللوبي الفلسطيني داخل هذه القناة وهذا ما يثلج صدري إذا جعل هذا اللوبي هو الأقوى لأنه جعل القضية الفلسطينية حاضرة دائما على شش الجزيرة شكرا لهم حضرتك بتسمع أي خبر النهاردة عن روسيا أو أوكرانيا طبعا تؤتو لأن أبطال فلسطين داخل الجزيرة يعملوا كما يجب وبيحفظوا على وجودها حفظهم الله ماشي بقى فين الخبر الأخطر في هذا التقرير اسمع يا سيدي الأخطر عشان نعرف الكتب المستف ولا الكتب المنعكش السلام عليكم ورحمة الله هذه نسعة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر عبدالصمد ناصر المغربي مذيع قناة الجزيرة لأكثر من 26 عاما على شاشاتها يتم طرده نهائيا من مكاتب أكبر قناة إخبارية عربية وفقا لنتائج التحقيقات التي أجراها مختبر سيتزين لاب المتخصص في الأمن السبراني فإن الهجوم الذي استهدف 36 هاتفا يعود إلى الصحفيين ومنتجين ومزيعين ومضراء تنفيذيين في الجزيرة تم باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة نسو الصهيونية فبعد اكتشاف فضحة بيجاسوس وعمليات التجسس وظهور اسم المغربي كفاعل رئيسي بالوكالة في الملف توصلت التحقيقات إلى وجود شبهة التعامل من داخل مبنى الجزيرة مع جهاز الاستخبارات المغربي الذي تحول لملحق للمساد شكوك كثيرة دارت حول ناصر عبدالصمد ومدى ارتباطه بعمل مخابراتي عقب اكتشاف تبادل رسائل غريبة في بريده إلكتروني مهني وعليه فإن قرار الإقالة ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالتغريدة بل بعملية تجسس ضد قطر والجزائر يقودها الإعلامي المغربي ناصر عبدالصمد عميل نظام المغربي واصلوني وردي على هذا التقرير الفيستيك فيستيك وكاتبه ومخرجه وقارئه والقناة التي عرضته أقول لهم اجري العب بعيد يا لا يهبل منك له عرفت حضرتك كيف نقوم نحن الإعلاميين بالتدليس وقلب الحقائق وتشويه الناس حتى لو أبرياء بل تحديدا منهم الأبرياء اللي مش عارف يرد عن نفسهم حين تسمع حضرتك هذا التقرير لابد أن تتأثر وتصدق وحتى نقوم بمحو هذه الفكرة الكاذبة من ذهنك نحتاج سنين ضوئية حتى تختنع بالحقيقة اسمحوا لي في البداية أقول لحضرتكم رأي الفن في عبدالصمد ناصر عشان ما يبقاش الحكاية فيه دفاع عن الرجل أنا لم أكن أطيقه على الشاشة لماذا؟ فأنا لا أعرفه شخصيا ولم ألتقيه أبدا لكن لأن الرجل عنده مشاكل فنية كثيرة وبما أني محترف إعلام في هذه المعنى أجد نفسي ناثرا من أي خلل في هذه الصنعة من غير أبدا مقرأ أو أحب الشخص نفسه عبدالصمد عنده مشكلة في الأنف غالبا عنده لحمية تجعل الكلمات تخرج من فمه بها خنفة عبدالصمد عنده مشاكل في حروف كثيرة جدا تجعله ينطقها متداخلة غير واضحة عبدالصمد لا يملك الثبات الامفعال الكافي لإدارة أزمة على الشاشة فإذا صقت منه الأوتوكيو الذي يقرأ منه حتى الأسئلة التي تطرح على الضيوف يصبح لديه مصيبة كبيرة ويقع في حزبيس زي حسينة أشان التي كانت تغرأ في شبر ميا إذا ما صقت منها الأوتوكيو وزي المزيعة الحالية السيدة ليلى الشخيلي العراقية التي تحمل الجنسية الأمريكية ابنة السفير السابق هذه سيدة فاضلة مهذبة لكنها أبدا لا تصلح مزيعة في قناة بحجم قناة الجزيرة وأحسب أن وجودها إلى اليوم بالجزيرة يرجع لسببين الأول أنها مكتهدة وواضح أنها سيدة طيبة ومطيعة مهنيا والسبب الثاني أنه لابد من وجود تشكيلة عربية على الشاشة صومالي على مصري على عرائي على سوري على فلسطيني على جزائري على مغربي إلى آخره وغالبا هي شخصية مرضي عنها من الإدارة لأخلقها وشخصية ما داخل الإدارة بتدعمها لما كان عبدالصمد بيطلع دويتو مع ليلة الشخيلي كنت بقول يا ليلة سودا وانت ينطين هنغرأ النهاردة في الكلمات غير المفهومة من عبدالصمد من نحية والانفعالات غير المفهومة أيضا من ليلة من نحية تانية لحظوا ليلة على الشاشة وشوفوا تكمل ارتباك الذي تصاب به إذا ما قدر الله لها ووقعت في مصيبة إدارة حوار مع ضيف عبر سكايب مثلا والكلام مش مكتوب لها إيش خيال يا ناس يبقى رأيي في عبدالصمد أنه لا يصلح لشاس الجزيرة أصلا أما أنه جسوس فلعب بعيد يهبل منك له بطله هبل وإذا كان جسوس هل سيكون في وداعه محمد كريشان المزيع الكبير الرصين الصديق الحبيب ومعه تيسير علوني الصديق المحترم جسوس يهبل يعني كله ينفر منه لكن حقيقة ما حدث هو انفعال لعله في غير محله وقع فيه عبدالصمد ماصر حصل موقف معين فالراجل كتب تويتا ينتقد فيها الجزائر والحكومة الجزائرية وما كان له أصلا أنه يتعرض لهذا هو بيعمل في مؤسسة احترافية ككل المؤسسات العالمية يوجد حدود مسموح بها للعاملين لا بد أن يلتزموا بها ويمارسوا التعبير على شبكات التواصل بشكل منضبط إدارة الجزيرة قالت بركة يا جامع كويس أنها جات منه هم أصلا عايزين يخلصوا ومش عارفين لسبب هم شايفينه ضعيف على الشاشة في أحد المحطات الترفيزيونية عرض التقرير منحط عن المغرب كلام لا يليق إلا بأولاد الشوارع فاقدي النخوة هؤلاء هم من يمزقوا جسد الأمة الواحد لن أعرض التقرير ترفعا وحفظا لشرف عرض إخواتي وبناتي من المغرب الشريف ورفع لقدر الجزائريين الذين ليسوا من الشعوب السبابة أو التي تخطئ في حق الناس بالباطل أبدا وأشهد الله أني أعرف الشعبين وهم من أرقى الشعوب العربية هذا التقرير السيء المنحط خاض في عرض بنات المغرب الشريفات العفيفات وإذا كان هنا أو هناك أخطاء هل يجوز أن نخوض في أعراض المسلمين والمسلمات عموما؟ أكرر أنا ماجد عبد الله المواطن العربي المسلم أنكر على ملك المغرب وحكومة المغرب التطبيع والتقرب والغرق في وحل الصهاينة وهذا ليس رأيي بل أن كل المغاربة مجتمعين على هذا الرفض والإنقار والسقط الشديد وإذا حضرتك مش قادر تصدق روح شوف كده الملايين المغاربة التي تخرج دفاعا عن أرض العزة في مظاهرات مليونية في شوارع المغرب هذا هو شعب يوسف بن تشفين البطل المسلم المغربي الأمازيغي لا يمكن أن تسب نساءه الذي نشر الإسلام وصولا إلى غرب إفريقيا كلها حتى جنوبها لا يمكن أن تسب بناته بل إنه هذا البطل الذي عطل سقوط الأندلس 400 عام بل إنه قد تجاوز الأطلس إلى الجزيرة الخضراء ومنها إلى وسط الأندلس وخاد أشهر معركة ارتعبت منها أوروبا إلى اليوم معركة الزلاقة التي انتصر فيها المغاربة نصرا مبينا على الصليبيين القشتاليين والأراجون وثبتوا حكم المسلمين 400 عام أخرى لا يمكن أن يخطئ أحد في شعب المغرب الشريف العفيف الكريم الأبي الدنيا في جيس ما دمنا تكلمنا عن طرد أو رفد أو إنهاء خدمات مذيعين ومذيعات مشاهير في الجزيرة تعالوا نصحح بعض المعلومات المغلوطة قالوا إن حسينة أشان قدمت استقالتها لأنها تم التنمر عليها بشكل غير مهزب داخل الجزيرة وأن اللوبي الذي يدير الجزيرة أبعدها وأكد على حضراتكم أن من يدير الجزيرة اليوم بالإنابة هو الدكتور مصطفى السواء هذا الرجل الخلوق المهزب صاحب القيم لا يعادي أحدا كما هو معروف عنه لكنه يأخذ بالتقارير الفنية الاحترافية في الحكم على العاملين وعلى الأشياء في الجزيرة ولعلي أكشف لحضراتكم أني شخصيا في اجتماع مع رئيس إحدى قنوات الجزيرة وكان هذا الاجتماع في إسطنبول وحضر هذا الاجتماع على ما أذكر بعض الزملاء زي المهندس هيسم أبو خليل وعمد البحيري وقب العربي وأحمد العربي وأحمد الشناف وأحمد عطوان مع حفظ الألقاب طبعا والدكتور زوبع وفي هذا الاجتماع قلتلوا عيب أن تظهر حسينة على شاشتكم وهي لا تملك ثباتا انفعاليا ولا انضباطا نفسيا يجعلها تليق بهذه القناة رغم أن شكلها حلوة على الشاشة لكنها عصبية جدا وتلك العصبية نابعة من خشيتها الدائمة واستدعاءها التوجيهات الفنية الكثيرة في ودنها أو أثناء التدريب حسينة رحلت بدون أسباب أخرى مسائل فنية بحت لحد اعتدى عليها زي ما قاله ولا حد تنمر عليها ولا حد خاطف شرفها لقدر الله لم تكن تتوافق ومعايير الجزيرة وهي شبكة محترفة بدون شك فلا تخوضوا في عرض السيدة ولا سيرتها حفظها الله وحفظ بناتنا وبنات المسلمين أما حكاية غاد عويس فهي حكاية تانية خالص مختلفة تماما لابد أن أضع أمام حضراتكم التفاصيل حتى نعرف هل تردت حقا بأمر ولي عهد السعودية بعد أن تجسسوا عليها ونشروا صور فاضحة لها عبر كل المواقع في أمريكا وفي البلاد العربية وأوروبا الدنيا في كيس ذكرت غاد عويس مؤخرة أنها ستوثق قريبا في كتاب خاص بها تفاصيل الأزمة التي مرت بها في قناة الجزيرة والتجسس عليها من أحد أمراء السعودية يانهر أبياد أمير الجسس عليها مش عيب كده واختراق التليفون بتاعها وتجنيد مرتزقة لتشويط صورتها لكاتم صوتها معقول كل ده وطبعا الناس مسكتوش على السوشيال ميديا وغيره قالوا أن السبب سبب إنهاء خدمات غاد عويس من الجزيرة هو سبب تفاهمات سعودية قطرية وأن أحد مطالب إعادة العلاقات كان استبعاد غادة ورغم أن هذا المطلب ليس غريبا لأن مثلا المخبرات المصرية طلبت باستبعاد عدد من الإعلاميين على رأسهم معتز مطر وزوبع وناصر من تركيا وقد تم بالفعل تنفيذ الطلب هذا وتم استبعادهم حتى يتم التقارب المصري التركي بشكل صحيح لكن حكاية غادة مختلفة إيه حكاية اختراق هاتفها ونشر صورها الخاصة وهي في حمام سباحة وهل هذا كان سبب استبعادها حقا الدنيا في جيس جريدة ديت سايت الألمانية كاشفت إن الإعلامية اللبنانية والمزيعة في قناة الجزيرة غاد عويس تعرضت لعملية تجسس من خلال برنامج بيجسس الصهيوني الذي يبلغ ثمن مئات الألاف من الدولارات لا تملكه إلا الحكومات وتحديدا بتوع الخليج تبين إن في أمير سعودي هو المتورد في هذه الجريمة بحسب تقرير لموقع تلفزيون الألمانية ديتشا تم استهداف هاتف غادة يوم 15 إبريل 2020 من خلال رسالة على الواتس أب خذوا بالكم من الرسالة ما تفتحوش أي رسالة مرسلة من مجهول من المغرب ما أدى إلى تعطل نظام الهاتف ليتبين بعد كده إن السبب هو برنامج التجسس تم تفعيله على تلفوناتها أو تلفونها وبالمناسبة كل تلفونات الإعلاميين مختارقة وأنا منهم وأشارت ديت سايت إلى إن المختارقين تمكنوا من سرقة ما لاقل عن 43 ميجا بايت من البيانات الشخصية للست من تلفونها ليتم بعد كده نشر صور شخصية خاصة بغادة على الإنترنت عشان يفضحوا الست وده ما ينفعش الأخلاق ولا قيم ولا دين ولا أي حاجة لتصبح ضحية تشهير في خطوة وصفها ضابط عسكري سعودي بأنها بالفقر من غادة لموقفها أثناء حصار قطر من السعودية وقالت ديت سايت إنه تم وضع خطة لاستهداف هاتف عويس ونشر صورها على مأدوبة عشاء في فندق تاج في دبي الفاخر في يوم سبت أواخر إبريل 2019 وكانت الخطة بتتضمن نشر صور عويس التي ستسرق من هاتفها في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة من المؤيدين للسعودية في أمريكا وأوروبا وطبعا دول الذباب وذكرت الصحيفة أيضا أنها توصلت إلى أن هذه المعلومات من خلال محادثة هاتفية بين امرأتين أمريكيتين شاركتها في العملية التفاصيل والمعلومات المتوفرة كانت كثيرة جدا بالأسماء والمبلغ والأماكن والأشخاص لكن أنا مش هعرض هذا لأنه لن يفيد ما أريد وضعه أمامكم هو سبب طرد غادة عويس من الجزيرة السبب الحقيقي السبب بعيد تماما عن السعودية وعن الاختراق الذي أنكره السبب إيه؟ الدنيا في كيس حضراتكم عارفين أن مسجد آيا صوفيا من أهم المعالم التاريخية الدينية في العالم وأنه ظل مسجدا منذ فتح اسطنبول سنة 1453 يوم 29 مايو ميلادية إلى أن حولوا العلمانيون الأتراك سنة 1934 ميلادية بعد سقوط الخلافة العثمانية 1922 يعني بعد حوالي 12 سنة حولوه لمتحف وكان هذا المسجد هو وصية السلطان محمد الفاتح عليه رحمة الله بل أنه اشترى هذه الكنيسة من حر ماله وطرق الطاب أو سق الملكية في خزينة الأوراق العثمانية مع وصية أن يظل مسجدا أبدا كان حلم أربكان أستاذ أردغان أن يعيده مسجدا لكنه لم يستطع كان حلم أردغان من اليوم الأول إعادته إلى أصله الإسلامي كمسجد لكنه لم يستطع إلى أن اتخذ القرار ونفزه فعلا يوم 29 مايو 2020 وتركيا تقريبا أغلبها كانوا فرحانة ويمكن كل المسلمين كانوا فرحانين هو ده نفس اليوم اللي فتحت فيه الدولة البيزنطية ومدينة اسطنبول تحديدا اللي كان اسمها مدينة بيزنطة حولها محمد الفاتح عليه رحمة الله إلى إسلامبول أي أرض الإسلام ثم تطور ما بعد الزمن والتاريخ بقيت اسطنبول يعني نحن أمام حلم المسلمين بإعادة رمز يعني بيزنطة هذا الرمز الذي أصبح على هيئة مسجد وفي هذا الوقت كان المجتمع التركي منشق ما بين علمانيين وإسلاميين علمانيين مش عايزين من الإسلاميين عايزين مش تسكت بقى غادة وتخليها في أكل عيشها وتقعد على الجنب عشان هيعملهاش علاقة لا إزاي أدلت بدلوها المصيبة أن أول هذا الدلو الذي قتلت به كان على الهوى مباشرة وأنا شفته بنفسي يوم تسعة وعشرين مايو عشرين عشرين علاقت على تحاور أحد وهي بتحاور أحد الضيوف من تركيا وخمها نفسها وظهرت النفس الصليبية اللي جواها وقالت كلام أقل ما يقال أنه أغضب أردوغان وتركيا قالت لما دخل المسلمين مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا عليها لأهلها وقالت إيه كمان؟ قالت أن هؤلاء الذين يطبعوا ويتعاملوا مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن يحرروا الأقصى ينهرق بيد إذن هي قالت هذا الكلام وأيضا راح تكده في تويتا وعلقت على تويتا الأردوغان كان سعيد جدا وبتفاخر بأن المتحف تم تحويله أو إعادته إلى أصله كمسجد كتبت بقى بتقول إيه؟ بتقول الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس طيب ما أنت تقيمي علاقة مع أدرعي يا غادة ولا أنت نسيتي لما كان بيطلع معاك على الهوى ويقولك يا غادة يا غادة صحاب يعني ولا نقدر برضو نفكرك بحاجة تانية أنت كنت عايشة في قطر عيشت الأمرة والأميرات وبتقبضي بالدولارات من بنوك المسلمين يا غادة وعايشة في فيلا ضخمة سدح مداح بحدائق وكلاب حراسة وفاكهة مما تحبين وتفاح ما تسكوتي كان لازم تتسحبي من لسانك وتخبطي في أردغان وفي الوقت ده تحديدا علاقة مع قطر كانت من أقوى ما يكون أنت فين دلوقتي ولا حاجة اختفت سبحان الله كتير من الوقت الإنسان عين بصرته بتعمى تم طرد غادة بسبب خطاها في حق تركيا وفي حق أردغان يا رب سلم ربنا يجعل كلامنا عليهم خفيف مدردوناش احنا الرخرين وتتعرض الحلقة كلها للطرد لكن القرار كان إرضاءً لأردغان وإرضاءً لتركيا والسلام الدنيا في كيس شكرا جزيلا لمشاهدتكم سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لموضوعاتنا وإعجابكم بها والتعليق عليها وهذا مجد عبدالله يحبكم ويحييكم